الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمد الله أن جعلنا من أتباع سيد المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله الإله الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في كراءة كتاب البيوع من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى نتدارس فيه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فلعلنا نقرأ عججاً من الأحاديث التي ذكرها هذا الإمام وأوردها صاحب المختصر فلعل القارئ يقرأ شيئاً من هذه الأحاديث فليتفضل بارك الله فيه الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اخفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومئة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعج ثم جاء رجل مشرك مشعن طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعاً أم عطية أو قال أم هبة فقال لا بيع فاشترى منه شاه فصنعت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى ويم الله ما في الثلاثين والمئة إلا وقد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها إن كان شاهداً أعطاه إياه وإن كان غائباً خبأ له فجعل منه قصعتين فأكلنا أجمعون وشبعنا ففضل في القصعتين فحملناه على البعير في هذا الحديث شراء الإنسان من المشركين وتعامله مع غير المسلمين بالمعاملات المالية ولو كانوا من آهل الحرب كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل المشرك فاشترى منه هذه الشات وفي الحديث قبول هدية المشرك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بيعاً أم عطية معناها أنه لو قال هبه أو عطية لقبلها منه وفي الحديث دليل من دلائل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كفت هذه الشات الواحدة المئة والثلاثين وفي الحديث خروج الإنسان مع أهل الفضل والعلم كما خرج هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث عجن الطحين وخبزه من أجل أكله وفي الحديث إطلاق لفظة الطعام على البر وفي الحديث ذكر الصفات الرجل وأن ذلك لا يعد من قبيل ذكر الإنسان ما لا يعنيه وفي الحديث من الفوائد أن من لم يتعرض لأهل الإسلام لم يتعرضوا له فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ هذه الأغنام من هذا المشرك وإنما اشترها منه وفي الحديث من الفوائد طبخوا الشاه قبل أكلها وفي الحديث من الفوائد أكلوا سواد البطن وأن ذلك جائز وفيه شيء اللحم وسواد البطن من أجل أكله وفي الحديث اعتناء كبير القوم بمن معه من الأفراد حيث عمهم بما صنعه من هذه الشات ومن شيء سواد البطن وفي الحديث من الفوائد حمل باقي الطعام حيث إن هذه الشات ما أنه أكل منها مئة وثلاثون إلا أنه فضل في القصعتين وفي الحديث توزيع الطعام على وان متعددة من أجل أن تستوعب الناس عند كثرتهم صلى الله إليكم قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات ثنتين منهن في ذات الله عز وجل قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وهاجر إبراهيم عليه السلام بصارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فقيل إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء فأرسل إليه فسأله عنها أي يا إبراهيم من هذه التي معك قال أختي ثم رجع إليها فقال لا تكذبي حديثي فإني أخبرتهم أنك أختي والله ليس على وجه الأرض من مؤمن غيري وغيرك وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني فأرسل بها إليه فلما دخلت عليه قام إليها فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تصلت علي الكافر فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ فغط حتى ركذ برجله قال أبو هريرة رضي الله عنه قالت اللهم إن يمت يقال هي قتلت فقال ادعي الله لي ولا أضرك فدعت الله فأطلق وأرسل ثم قام إليها فتناولها الثانية فقامت توضأ وتصلي وتقول اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تصلت علي هذا الكافر فأخذ مثلها وشد فغط حتى ركذ برجله فقالت اللهم إن يمت يقال هي قتلت فقال ادعي الله ولا أضرك فدعت الله فأطلق وأرسل في الثانية أو في الثالثة فدعا بعض حجبته فقال إنكم لم تأتون بإنسان والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا ارجعوها إلى إبراهيم وأعطوها آجر فأخدمها هاجر فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فأتته وهو قائم يصلي فأومأ بيده مهيم فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر ورد كيده في نحره وأخدم وليدة هاجر قال أبو هريرة تلك أمكم يا بني ماء السماء قوله في هذا الحديث لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثة كذبات يعني أنه لم يخبر بخلاف الواقع في ظاهر كلامه إلا في هذه المواطن الثلاثة وقد استعمل فيها التورية التي يظن معها أنه يريد معنى بينما هو يريد معنى آخر فإنه قال عن سارة هي أخته وأراد أنها أخته في دين الله جل وعلا وفي هذا الحديث فوائد أولها أن المؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث في كتاب البيوع ليبين ليبين جواز التعاملات المالية مع المشركين وجواز قبول هدية المشرك وفيه أيضا جواز أن يأخذ المملوك من الحرب سواء كان ذلك بطريق الهبة أو بطريق الشراء وقوله تنتين منهن في ذات الله عز وجل يعني أنه إنما أخبر بما ورى في كلامه من أجل أن يتوصل إلى أمر مقصود للشرع يكون فيه نشر لدين الله وهدم لعبادات أهل الشرك فأولها أنه قال لقومه لما أرادوا أن يخرجوا خارج المدينة في يوم عيدهم قال إني سقيم يعني مريض لي أتمكن من البقاء ولا يلزمونه بالذهاب معهم خارج مدينتهم وأما الثانية فإنه فلما جمع الأصنام وقام بتكسيرها أبقى كبيرا لهم فسألوه من فعل هذا بآلهتهم فأشار إبراهيم إلى الكبير فقال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون أراد منهم أن يحركوا أذهانهم وأن يعلموا أن هذه الأصنام لم تتمكن من حماية نفسها فضلا عن أن تحمي غيرها وأما قصته الثالثة ففي قصة سارة رضي الله عنها زوجه وهذا كله يدل على فضل إبراهيم عليه السلام وقد أورد المؤلف هذا الحديث وفيه عدد من الفوائد منها فضل سارة زوج إبراهيم عليها السلام وفي الحديث جواز سفر الرجل بأهله وفيه دخول الإنسان لبلاد المشركين إذا كان يتمكن من إظهار دينه وفي الحديث سعي الإنسان إلى أن يكفى ما قد يناله من أذى صاحب الولاية والجبابرة وفي الحديث من الفوائد سعي الإنسان إلى تحصين نفسه وتحصين أهل بيته من من يريد بهم سوءا وشرا ومن هنا كان إبراهيم عليه السلام يدعو الله جل وعلا بأن يكفيهم شرا هذا العدو وفي الحديث من الفوائد أن قول الرجل لزوجته بأن ها أخته لا يعتبر طلاقا ولا ظهارا إذا لم يقصد بهذه اللفظة هذه المعاني وفي هذا الحديث من الفوائد اتفاق الإنسان مع أهل بيته بما يقيهم شرا من يريد بهم شرا ولذا اتفق إبراهيم مع زوجه على أن تنتسب إلى كونها أختا له وفي الحديث جواز سفر الرجل بأخته متى كان مأمونا وفي الحديث من الفوائد فضل إبراهيم وزوج السارة حيث لم يكن على ظهر الأرض مؤمن سواهما وفي هذا الحديث أيضا مشروعية التجاء لإنسان إلى ربه ليكفيه شرور من يريد به السوى والشر وقد استدل أو أورد المؤلف هذا الحديث في باب ما إذا استكرهت المرأة على الفاحشة فإنه لا حد عليها ومرأة إبراهيم سلمها الله من هذا العدو وفي الحديث من الفوائد مشروعية أن يصلي الإنسان إذا حزبه أمر واهتم له كما فعلت سارة رضي الله عنها وفي الحديث التجاء الإنسان وتوسله التجاء لإنسان إلى ربه جل وعلا وفيه توسله بعمله الصالح فإنها قالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فهذا عمل صالح قد قامت به فسألت الله جل وعلا به وفي الحديث من الفوائد ذكر خصيصة خص الله بها هذا النبي وزوجه سارة حيث رد الله كيد هذا الجبار وفي الحديث من الفوائد أيضا ابتعاد الإنسان عما قد يكون سببا في نسبة شيء من الجرائم إليه فإنها قالت اللهم إن يمت يقال هي قتلته وفي هذا سعي الإنسان إلى حماية عرضه وفي هذا الحديث من الفوائد جواز أن يدعو الإنسان بسلامة عدوه متى ظن أن ذلك من أسباب حمايته ومن أسباب كف شر ذلك العدو وفي هذا الحديث السناء وعلى من أحصنت فرجها إلا من زوجها وأن ذلك من أسباب قبول دعوة المرأة وفي هذا الحديث أن هذا العدو قد حاول مرارا ومع ذلك لم يتمكن من الوصول إلى مقصوده الفاسد وفي الحديث من الفوائد أيضا اتخاذ الإنسان للجواري وذلك في الأزمان السابقة وأما في زمن نحاضر فقد اعتق المماليك ولم يعود هناك من يباع ويشترى وفي الحديث من الفوائد استبشار الإنسان وتقديمه للبشارة إلى غيره بما يكف الله عنه من السوء كما بشرت سارة زوجها إبراهيم عليه السلام وهذه الجارية هاجر قد وهبتها سارة لزوجها إبراهيم وفيه هبة المرأة لزوجها وفيه اتخاذ السراري واستدل به على جواز أن يتزوج الإنسان أمته بعد أن يعتقها وفي الحديث فضل هاجر عليها السلام نعم صلى الله صلى الله قال رحمه الله قال عبد الرحمن بن عوه لصهيب رضي الله عنهما اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك قال ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني قلت ذلك ولكني سرقت وأنا صبي صهيب الرومي معروف بنسبته إلى الروم انتسب إلى بعض قبائل العرب وحينئذ أنكر عليه عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وقال بأن انتساب الإنسان إلى غير أبائه أمر محرم ولذا قال له اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك أي لا تنتسب إلى غير آبائك فقال صهيب بأنه إنما كان من هذه القبيلة وأنه سرق وهو صبي وذهب به إلى الروم ومن ثم بقي عندهم وفي الحديث دلال على أن صهيب لم ينتسب من أجل أن يرفع نفسه أو أن يشهرها وإنما مراده بذلك تقرير ما رأى أنه هو الحق والصواب وقد استدل المؤلف بهذا على شراء المملوك من الحربي فإن صهيبا قد تم شراؤه من غير المسلمين نعم صلى الله إليكم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم فكيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم والذي نفس بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقصطا عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا أراد المؤلف بهذا الحديث تحريم بيع الخنازير وأنه لا يجوز لمسلم أن يبيعها فإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وفي الحديث أن من أشراط الساعة نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان وفي الحديث أنه عند نزول عيسى بن مريم يكون للمسلمين دولة ويكون لهم إمام ويكون إمامهم منهم كما أخبر في هذا الحديث والإمام قد يراد به إمام الصلاة وقد يراد به الإمام الأعظم وفي الحديث أن عيسى سيتولى الولاية وسيكون عادلا مقصطا في أحكامه وفي الحديث أن عيسى عليه السلام إذا نزل فإنه لا يقبل من النصارى إلا دين الإسلام ولذا يكسر الصليب وفي هذا دلالة على أن صلبان النصارى التي لديهم لا يلزموا كسرها قبل نزول عيسى بن مريم عليه السلام وفي الحديث بيانوا أن بعض الأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم يتم نسخها عند نزول عيسى بن مريم فإن مما في شريعتنا إقراروا اليهود والنصارى وأهل الكتاب على دينهم وإبقاؤهم ليكونوا أهلا الذمة كما قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وبالتالي كان من الأمور التي يضعها عيسى بن مريم الجزية يعني أنه لا يقبل من اليهود والنصارى في زمانه الجزية وإنما يطالبهم بالدخول في دين الإسلام وهذا فيه دلالة على أن هذا الحكم لا يستعمل إلا عند نزول عيسى عليه السلام وفي الحديث كثرة الأموال في ذلك الزمان وفي الحديث زهد الناس في أمور الدنيا حتى أنهم يقدمون أمور الآخرة في ذلك الزمان على أمور الدنيا ولذا يبارك الله عز وجل لهم ويصبح عندهم من البركة في أموالهم بكثرتها ويصبح عندهم من البركة في مآكلهم وفي مشاربهم وملابسهم واسم ساكنهم ما يكون علامة عظيمة وبالتالي يكونون ممن قدم الآخرة على الدنيا وفي هذا دلالة على أن من كانت مقاصده أخروية فإن الله جل وعلا يتولى شانا دنيا وفي الحديث من الفوائد شهادة عيسى بن مريم على بني إسرائيل يوم القيامة صلى الله إليكم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمر فقال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فجملوها فباعوها في هذا الحديث من الفوائد تحريم بيع الخمر وعدم جواز التجارة في الخمور وفي الحديث من الفوائد تحريم بيع شحوم الميتة وعدم جواز بيع ما يستخلص من شحومها من السمن واعتبار ذلك من النجاسات التي لا يجوز للإنسان أن يستعيض عنها بالثمن وفي الحديث من الفوائد التشديد في أمر بيع الخمر ولم يذكر هنا على من تم بيع الخمر هل هو من المسلمين أو من غير المسلمين مما يدل على شمور الحكم للجميع وفي الحديث الدعاء على المعرضين عن قبول الحق وغير الملتزمين به كما قال صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود وفي الحديث أن جميع أنواع الشحم كانت محرمة على بني إسرائيل وبالتالي يحرم عليهم أن يتصرفوا فيها بأي تصرف وفي الحديث دلالة على أن المحرمات لا يجوز بيعها وأنما حرم على الجميع فإنه لا يجوز بيعه فإن المحرمات على نوعين محرمات على البعض دون البعض فهذه يجوز بيعها ومن أمثلته ثياب الحرير حلي الذهب فإنها تباح لأنسا وتحرم على الرجال فجازت التجارة فيها وجاز للإنسان أن يستعيظ عنها بأثمانها والنوع الثاني ما كان محرما على الجميع بحيث لا يباح إلا في أوقات الضرورة فهذا يحرم بيعه ولا يجوز للإنسان أن يستعيظ عنه بالثمن بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا فقها في دينه وعملا صالحا نرضي به رب العزة والجلال اللهم علمنا كتابك وفقهنا فيه وعلمنا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وجعلنا ممن ارتبط بهذين الأصلين وعملا بهما وجعلها منطلقا لتعلمه والتزامه بشرع رب العزة والجلال هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا تسليما 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 تسليما